طبعا الحدث الأبرز هو أصابة نجمنا العالمي المصري محمد صلاح بفيروس كورونا نتمنى له ورب الشفاء العاجل ويعود لصفوف المنتخب أو حتى كمان يعود لصفوف ليبربول الإنجليزي بكامل السلامة بإذن الله ويساهم في إنجازاته وأرقامه الكلاسية بحقاها كالعادة محمد صلاح نجم كبير جدا ومنفتخر دايما به وهو فعلا فعلا فخر مصر والعرب وإن شاء الله بإذن الله يرجع أقوى من الأول بإذن الله ده حدث مهم جدا لكن دايما إحنا عايزين نتكلم فيما وراء الأحداث أو فيما يحدث من كواليس وفي الحقيقة ما بقتش كواليس لأنها بقت على العلن يعني موضوع الاتحاد القرى والبيانات اللي بتنزل وتتحزف ومش أول واقع تحصل في موضوع محمد صلاح مبارح واختراع بصراحة يعني اختراع السكرين شوت دلوقتي ده بقى مهم وإن أنت لما تيجي كده تخش على الموقع الرسمي الاتحاد المصر للقرى تقدم أول حاجة لازم تعملها أول حاجة أن أنت تعمل سكرين شوت لأي بيان أو أي خبرين ليه بقى تعمل سكرين شوت لأن اتحاد القرى على طول في أسبوعين الأسبوعين اللي فاتوا دول ثلاث بيانات نزله التلاتة تتمسحه وتم تعديلهم فحاجة غريبة جدا لو اختراع سكرين شوت ده مش موجود فكان ممكن الواحد يحس أنه بيجي له تهيئات بصراحة يعني وهي حاجة لا توليك أبدا أبدا باتحاد كبير وعريق وأقدم الاتحادات في أفريقيا زي اتحاد المصري لكرة القدر سوء تنصيق وسوء تنظيم سواء ما بين مسؤول الاتحاد والإدارة الخاصة بالإعلام بالاتحاد المصري حاجة سيئة جدا وحاجة غريبة جدا وبتعكس مدى عدم الاحترافية اللي موجودة في الاتحاد أو في إدارة الإعلام داخل الاتحاد كلهم زميلنا وأصدقائنا وكلهم يعني ناس عزاء علينا يعني لكن في نفس الوقت لما يبقى فيه غلط لازم نقول إن فيه غلط فبالتالي اللي حصل إيه مبارع اللي حصل إن الساعة 5 كده تقريبا 5 وربع نزل بيان من الاتحاد المصري بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا أعلنوا خلاص بقى أنت عندك أو زي ما حرابكم شايفين كده عشانش عندك بقى إيه لما حاجة بتخص لعيب زي محمد صلاح وإحنا يا جماعة لازم نصدق بقى إحنا كمصريين أو كاتحاد مصري وكإدارة إعلام في مصر إدارة إعلام لالتحاد الكرة المصري تحديدا يعني لازم نصدق إن إحنا عندنا نجم عالمي إحنا مش قادرين نستوع بالحتة دي فلازم إن إحنا نتعامل بما يوليك بهذا النجم لخلي صورتنا تتماشى مع الإنجازات اللي بيعملها محمد صلاح والأرقام الكياسية والبطولات وكل اللي بيعملها محمد صلاح ما نضيعوش بحاجات صغيرة زي دي صغيرة لكن بتقول للناس في العالم كله إن إحنا ناس مش منوظمة وإن إحنا منعرفش نشتغل الإعلام وإن إحنا ناس مش عارفين ننظم نفسنا يعني فنزل البيان ده مبارح وبعد ما نزل البيان ده بعض الصحفين كمان بتادوا ينشروا إن فيه تلات لعيبة كمان من مصر فإدماغنا بقى جات في لعيبة من هنا واللعيبة من هنا وده والإشعاد تلعت كتير بقى اللي قال لك الشيناء واللي قال لك أبو جبل واللي قال لك مش عارف سيزو واللي قال لك السلية وكلام من ده تمام؟ بعدها ما فيش ربع ساعة أو عشر دقايق تقريبا أو أقل يعني أيا كان حتى لو ثانية لو دقيقة ما ينفعش راح تمسح البيان وقال لك إنه حيتم إصدار بيان آخر بتفاصيل الإصابة بتاعت محمد صلاح وإنه حيبقى فيه مسحة كمان طيب إنت كان قدامك حل من الاتنين يتسيب البيان وتنزل عليه تعديل والبيان موجود وتقول مثلا يا جماعة هنعمل مسحة تاني خلوا بالكو عشان برضو نتأكد من نتيجة المسحة الأولى حيبقى فيه مسحة تانية تقول لنا النتيجة النهائية بخصوص محمد صلاح وتقول مين اللي عنده إصابة يعني سواء في منتخب مصر أو في منتخب توجو لكن هم شلوا بيان وبعدين خلوا فيه كده شك عند الناس الله طب وإزاي يا جماعة ده حصل طب مين المصاب صلاح فعلا مصاب ولا مش مصاب ما تقول لنا الحقيقة وبعدها كان نزل البيان تاني بعد المسحة التانية بعد ما خلصت أو الخيار التاني إنك كنت تنتظر مرة واحدة من استعجلش مش شئة أنت أصلاك أنت قدرت إعلامي في الاتحاد المصر الكورت القضاء فأنت تتريس عشان لما يطلع من خلالك كلمة ويطلع من خلالك بيان يبقى دي حاجة نهائية لأن صورتك بصراحة دلوقتي بقت مهزوزة قوي عند المتابعين للقرى المصرية مش بس المصرية الكورة العالمية كل اللي بيتابع عالميا الرياضة في مصر من خلال الوجهة الأساسية هو الموقع الرسمي الاتحاد المصر الكورت القضاء فالصورة بقت مهزوزة عند الناس كلها فكنت تتريس كده وتدرس الأمور حتى لو هتعمل مسحة تانية طب استننا جماعة بعد خلال مسحة تانية احنا مسحة الأول عملناها تلعت كذا تأكدنا بعدها بشيء عملناها مسحة تانية تلعت كذا يبقى بيان واحد مرة واحد بدل ما يبقى شكلك كويش أن أنت تطلع بيان وتطلع تمسحه ومش أول وقع الوقع الأول اللي حضر لكم كلكم عارفين وإحنا اتكلمنا فيها خلاص مش هنفتحها تاني خالص تمام كانت من عشر تيام الوقع الثانية بتاعة رامز حفظ الله لعب منتخب الشباب والقصة دي أنا هتكلم فيها برضو لأنها هي مهمة والوقع الثالثة الأهم الأهم هي بتاعة مبارح بتاعة محمد صلاح طيب هم مفروض الأمور بتمشي ازاي برضو عشان السيادة المشاهدين يبقوا عارفين انت لما بتيجي تطلع بيان مش بتقول كده كمسؤول في الاتحاد أو في أي جهة يعني تروح أي المسؤولين عن الإعلام عندك يا جماعة أنا عايز أقول كذا 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 فيروح هم مكتبين منشرين لا مفيش حاجة تبقى ماشي كده المصاري الطبيعي لأي بيان بيتاخد إنك دلوقتي كمسؤول في الاتحاد عملت بقى اجتماع مجلس إدارة أو فيه قرارات معينة حتى لو من خلال اجتماع مجلس إدارة بتقول دلوقتي إحنا هنتكلم في كذا 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 وعايزين نطلع بيان بالموضوع ده هتروح بقاعد الكلامك ده لمين لإقدارة الأعلام إقدارة الأعلام تسيغه بالشكل المناسب وبعد ما تسيغه دي خطوة تانية السياغ بعد ما تسيغه تروح يجع علي مين للمسؤولين عن الاتحاد مثلا طلالهم يا جماعة احنا صيغنا هوا البيان ايه رأيكم هننشر على كده ولا ما ننشرش ها ايه رأيك فيه تعديل لو فيه تعديل هنعدل ما فيش تعديل لا خلاص توقل على الله انشر البيان لكن الواضح ان الأمور ما بتمشيش كده الواضح ان احنا بنقول حاجة وخبر انتنشر كأنك مش في اتحاد كبير جدا زي اتحاد المصري ده حاجة اتعرفت مثلا داخل ارواكة الاتحاد فالحق نزل البيان قبل ما اي حد يعرفه بقى احنا اللي سبقنا لأ الرسمي دايما بيتاخد منك انت سيبك من بعض مثلا الاكتهادات والصحفيين كل واحد ليحق انه يكتهد ما فيش مشكلة بس الناس بتنتظر دايما الرسمي من خلالك طيب انا عندي سؤال اخر بخلاف موضوع المصاري الطبيعي اللي اي بيان بيصدر عن اي جهة رسمية طيب مش احنا تقريبا تقريبا يعني عندنا منصق اعلامي لمنتخب مصر الاول عندنا صح طيب فين دوره او المنصق الاعلامي في منتخب مصر بيعمل ايه انت دلوقتي كمنصق اعلامي المفروض بيبقى فيه تواصل وتنصيق ما بينك وما بين ادارة الاتحاد وما بين الكابتن حسام البدري مدير الفاني او جائز الفاني الموجود دلوقتي احنا هنطلع حاجة بخصوص كذا هاي ايه رأيك مش هبقى فيه تنصيق فيه تواصل حتى في حتة التوقيت انا التوقيت ده هطلع فيه القرار ده طيب لا استنى شوية مثلا احنا منتظرين حاجة معينة وبعدين نطلع البيان او الخبر ده فانا بصراحة مستغرب جدا من الجزئية دي خاصة بالاتحاد الكورة وحتة انين تلازم كل شوية ما تنازل بيان تمسحه حاجة لا تقوليكم ابدا باسم منتخب نصر طيب تعالنا بقى قبل وقت